يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام تتغير خريطة وسائل الإعلام ومدى تأثيرها وانتشارها بين الناس وبينما ما زالت الوسائل التقليدية تحظى بتقدير من الأجيال الأكبر سناً في المجتمع تتزايد المساحة التي تستحوذ عليها وسائل التواصل الاجتماعي في أوساط الشباب بحيث أصبحت تهدد مكانة الإعلام المرئي التقليدي بكل أشكاله وبات مشاهير مواقع التواصل معروفون أكثر ومؤثرون أكبر في المجتمع فهل ما نشهده هو ظاهر صحية سليمة؟ وهل سحب مشاهير مواقع التواصل البساط من تحت أقدام الإعلاميين التقليديين؟ نناقش هذا الموضوع مع المستشارة الإعلامية سالي الأسعد أهلاً وسهلاً بدرية أهلاً عبير شكراً جزيلاً لاستضافتي في البرنامج الجديد علي أنا على الأقل حوار الهمام شكراً جزيلاً لاستضافة هل ما نشهده من تفوق لمواقع التواصل الاجتماعي ومشاهيره على الإعلام التقليدي ومكوناته ظاهرة صحية؟ بالنسبة لتفوق وسائل التواصل الاجتماعي على الإعلام التقليدي لازم قبل ما نحكي في هذا الموضوع نفرق بين وسائل التواصل الاجتماعي وبين الإعلام الإلكتروني الإعلام الإلكتروني هو نفس الجرايد ومواقع والقنوات الفضائية ولكن أوجدت لنفسها مواقع عبر الفضاء الإلكتروني بحيث تجد الجريدة لها موقع إلكتروني هذه طبعا ظاهرة صحية جدا لأنها قربت الخبر من المتابع وخلتنا أنه نحصل على الأخبار لحظة بلحظة يعني الخبر بيحصل حتى لو في الصين أنا في دبي أو في أي مدينة عربية بقدر أعرف التفاصيل خلال ثواني معدودة من خلال الموقع الإلكتروني وين الظاهرة الصحية في الموضوع أنه الجرائد الورقية تأخذ 24 ساعة أو 12 ساعة من أجل الطبع والتوزيع فبالتالي أحياناً بيكون عندهم ديلي أو تأخير في توصيل المعلومة الناحية غير الصحية هي الخلط اللي بيصير بين وسائل التواصل الاجتماعي وبين مواقع الإخبارية الإلكترونية لأنه مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، سناب شات، إنستجرام، كلها مواقع مش دائماً بيكون إلها مصداقية لأنه ما بتقدري تتأكدي من الشخص اللي بنشر الخبر ناس كتير بيجي بيقولولي سالي سمعتي كده كده قرأنا على الفيسبوك أوكي قرأت على الفيسبوك مظبوط ولكن اللي قرأته هذا شو مصدره؟ إحنا كصحفيين محترفين عشان ننشر خبر معين حتى على مواقعنا على السوشال ميديا لازم نتأكد من ثلاث مصادر للخبر وفي بعض القنوات الرسمية لازم يكون أربع مصادر للخبر والمصادر تكون قوية مثل وكالة الأنباء الإماراتية، Associated Press، Reuters، AFP هذه المواقع الرسمية نتأكد منها للأخبار لأنه إلها مصداقية مش أي موقع سوشال ميديا أخذ منه خبر وأعتبره خبر له مصداقية لماذا برأيك حصد مشاهير مواقع التواصل شهرة سريعة وباتوا متابعين أكثر في المجتمع؟ في الحقيقة نجوم السوشال ميديا ما بنقدر نقول إنهم سحبوا البساط لكن بنقدر نقول إنهم جاذبية كتير كبيرة لأنه الإعلام التقليدي خصوصاً اللي حافظ على تقليديته وما حاول إنه يتطور مع تطور السوشال ميديا المتابع بيشوفه عبر القنوات الرسمية أو حتى القنوات الفضائية بيشوفه هو بيقدم برنامج، بيقدم نشرة أخبار قالب جامد في حين مشاهير السوشال ميديا زي ما أنت عارفة منشوفهم بيومياتهم، منشوفهم بسفراتهم، بطلعاتهم، بحياتهم مع عائلتهم وأولادهم وطبعاً الإنسان عنده الفضول العادي إنه يشوف ويتعرف بعض الإعلاميين التقليديين اللي أسعفهم ذكاؤهم كانوا من الذكاء بحيث تطوروا مع تطور السوشال ميديا خليني أكلمك ببساطة أحكي عن نفسي مثلاً أنا من الإعلاميين التقليديين لزروف عائلية معينة بطلت أظهر على الشاشة ولكن بدير شركتي الخاصة وبكون معدة من وراء الكواليس من خلال السوشال ميديا وطرح موضوعات معينة بتهم المشاهد العربي وأيضاً استخدام حياتي اليومية في الجانب الإيجابي منها لإطلاع الجمهور عليها حصلت على عدد كبير من المتابعين على السوشال ميديا وهذا ساعدني في أني أعمل برنامج خاص لإلي والبرنامج متابع ومشاهد كل شيء في الدنيا سلاح ذو حدين مثل السكينة إما تستخدميها لإعداد وجب شهية أو لقدر الله لارتكاب جريمة فعلى الناس إنها تفرق بين مشاهير السوشال ميديا اللي بيقدموا محتوى إيجابي محتوى جيد محتوى حقيقي وبين مشاهير السوشال ميديا المدعيين اللي للأسف الشديد إذا بحثت في حياتهم الحقيقية بتلاقيها ما إلها أي علاقة بي اللي بينشروا على السوشال ميديا أيضاً المتلقي إحنا ما بنع فيه من المسئولية والقاعدة بتقول لا تجعلوا من الأغذية مشاهير إذا ما فيه محتوى ما فيه شيء معين بيقدموا هذا المشهور على السوشال ميديا من الطبيعي أن الأشخاص بعد فترة ما يلحقوا هل برايتش أفلس الإعلاميون التقليديون في تقديم ما يجذب المتابع الذي وجد غايته بمتابعة مشاهير مواقع التواصل؟ في الحقيقة أنا ما بحث أنه أفلس الإعلامي التقليدي لكن البعض للأسف فاتهم القطار الإعلام بشكل عام زي القطار ماشي وبتطور اللي بتطور معه بيكمل واللي ما بتطور معه بنزل في المحطات بعض الإعلاميين الكبار إذا بتتابعيهم تفتحي على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بتلاقيهم للأسف الشديد عندهم بطء في التواصل مع الناس أو حتى هم رفضين لفكرة التواصل مع الناس وحبين فكرة الخصوصية للأسف الشديد في العصر اللي إحنا فيه حالياً لا هذا الإشي ببعدهم عن الناس في جانب آخر أيضاً بتشوفي أنه بعض المبدعين من الإعلاميين التقليديين اللي واكبوا التطور اللي صار في الإعلام غير التقليدي أو في الإعلام الحديد هم من الأعلى ريتنج في وسائل التواصل الاجتماعي وبيكونوا مطلوبين جداً للبرامج لأنه إذا بتلاحظي بعض القنوات الفضائية الآن تفرد برامج خاصة لمشاهير التواصل الاجتماعي حتى أنه يزيد عندها ريتنج المشاهدة حتى كمان أنه يكونوا أقرب إلى المتلقي والمشاهد اللي بتابع وسائل التواصل الاجتماعي ولكن إحنا دايماً لازم يكون عندنا كإعلاميين سواء الإعلاميين الجدد المشاهير أو حتى الإعلاميين التقليديين والمسؤولين عن وسائل الإعلام يكون عندنا حس بالمسؤولية أنه دايماً نختار ذوي المحتوى المفيد ناس كتير في الوقت الحالي بيقولك أنا شطبت كتير من المشاهير من عندي على السوشال ميديا لأنني بحس الحياة كلها فيك مش معقول الحياة كلها عبارة عن زوج بيجيب سيارة لزوجته دية وسته لنهارها موجودة في المطاعم والكوافر وبتعمل شعرها وبتعمل بوتوكس وفيلرز أكيد الحياة فيها أشياء تانية كتير أهم الحياة فيها بالوالدين فيها تعليم فيها دراسة فيها رعاية أطفال فيها الذهاب إلى العمل ولكن برجع بقولك على المتلقي والمشاهد دور كبير أنه يختار مين يتابع وما ينخدع بأعداد المتابعين المهولة لأنه موجودة على الجوجل تقدر تشوفي مواقع كتير موجودة بتبيع متابعين فمشكل حدا عنده ملايين المتابعين هو فعلا متابع بصورة حقيقية ما هي نسبة المصداقية التي يقدمها مشاهير مواقع التواصل؟ وهل ترينها مرتفعة؟ وما مدى تأثيرها على المجتمع؟ والله يا بدرية بكل أسف المصداقية عليها علامة استفهام كبيرة يعني أنا برأيي أنه اللي بتابع مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان بيهتم بحياتهم الشخصية لازم يرجع يفكر مرة أخرى أنه الإنسان حياته مشكلها إيجابية كتير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بس بيفرجونا الجانب الإيجابي من حياتهم في حين أنه مش هاي هي الحياة وهذا الشي بيعمل بعض الإحباط لبعض السيدات اللي بتطلعوا على المشهورة أو المشهور أنه هم تون النهار بيحضروا إيفنتات وبشتروا شابينغ لا الحياة مش هيك أكيد الحياة فيها نحنا كأشخاص مطلعين على حياة معظم المشاهير في العالم نعرف أنه في عندهم أبس أن داونس الحياة ما بتمشي كلها بوتيرة واحدة هذا أولا تاني شي أنا بنصح كل الناس اللي بتتابع المشاهير سواء في الإعلام التقليدي أو في الإعلام الحديث أنها تنتبه أنه خصوصا لما بدي أختار دكتور بدي أختار مطعم أكل فيه بدي أختار مدرسة أنه كتير ناس أصبح هذا الموضوع بالنسبة لها بيزنس ليش؟ لأنه زمان كان المعلن يذهب إلى جريدة أو تلفزيون بس كانوا ياخدوا منه مبلغ جدا كبير الآن مشاهير التواصل الاجتماعي على الرغم من المبالغ اللي بعض الناس بيشوفوها كبيرة إلا أنها لا تذكر مقارنة بالإعلان التقليدي الأديم وأسعاره فكتير من الأشياء اللي بتصير على السوشال ميديا هي عبارة عن إعلانات مدفوعة الأجر وبالتالي على المشاهد والمتابع أنه يحكم عقله يدخل على الموقع يشوف يشوف ريتنج الناس يشوف كومنتات الناس العاديين اللي بتروح عليه ما يروح يتبع المشاهير بشكل عام وين بروحه على أساس أنه عندهم مصدقية عالية يخلي في باله دائما موضوع الدعاية إلا أنه طبعا بعض المشاهير اللي بياخدوا هذا الأمر بعين الاعتبار ومش ممكن يعملوا دعاية إلا لما يكونوا مجربين ومتأكدين من المصدقية لأنه بالنهاية تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت ولكن لا تستطيع خدع كل الناس كل الوقت هل ترين أن اعتماد فئة الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي يمثل تحديا حقيقيا للعاملين في صناعة الإعلام المرئي؟ لا أخفيك هو بالحقيقة تحدي تحدي كبير إحنا هلأ اللي يعني نعتبر اشتغلنا بالإعلام التقليدي وخطينا خطوة للأمام مع الإعلام الحديث أو وسائل التواصل الاجتماعي علينا دور كبير مثل اللي صار مع انتقال المحطات التلفزيونية من البث الأرضي للبث الفضائي البث الفضائي كان مطلوب من المحطات والمقدمين والمعدين أنهم يكونوا عندهم عامل جذب للعالم العربي أو حتى العالم بشكل عام بطل الخبر أو المعلومة أو البرنامج محلي فقط للمتابع المحلي الآن أيضا الإعلام التقليدي صار مطلوب منه يكون سريع جدا لأنه من عين المكان يتم بث الأخبار مهما كان بيسبقوا الإعلام التقليدي لأنه إعلام التقليدي مطلوب منه أنه يتأكد من المعلومة قبل نشر هامة المجاوبتك سابقا أيضا صار مطلوب الاختصار يعني زمان كان الناس عندها وقت تقعد تتفرج على حلقات 45 دقيقة أو ساعة تلفزيونية الآن إذا لاحظت كل الإعلام التقليدي على اليوتيوب عم بيبث المقاطع الرئيسية من الحلقات اللي بيبثها على قنواته يعني مثلا زي الحلقة هاي ممكن تبثه الفقرة تابعتي لوحدها أو الإجابات حول الموضوع معين حتى تستهدف الشريحة اللي بهمها متابعة الموضوع أنا مثلا عندي أولاد مراهقين تستغر بأن إحنا عندنا بالبيت ما فيه إلا تلفزيون واحد أنا دائما بقولي ممكن إحنا العيلة الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة اللي عندها تلفزيون واحد لأنه الكل يتابع عبر وسائل الإعلام المتطورة والحديثة عبر اليوتيوب عبر سناب شات عبر إنستجرام اللي بده يشوف إشي بيشوفه عبر القنوات الحديثة للإعلام والبط في الحقيقة بدرية هو مؤشر يجب الانتباه له بصورة كتير ضرورية لأنه الإعلامي اللي موجود على وسائل التواصل الاجتماعي أو الشخص المشهور بلاش نقول الإعلامي هو يعني ممكن يصعد بسرعة إذا عمل إشي كتير خارج عن المألوف زي مثلا السيدة اللي في فترة من الفترات كانت بتقول لسينيور أوباما قدي كان لها دور وشهرة لكن دولة عليها الآن ليس لديها محتوى وما في حدا بتابعها نفس الإشي الشاب اللي غنى قبل فترة أغنية للخبز الصامولي اللي هو عيش الصمون اللي إحنا بنسميه هون صمون برضو أين هو الآن؟ هو غنى أغنية زمان وإحنا صغار في المدرسة طلعت أغنية اسمها الولاكي إن شهرت شهرة مش طبيعية يمكن باعت ملايين الأسطونات أو السيديهات ولكن أين المطرب الآن؟ إذن هاي فقاعات بتنشهر فترات معينة نتيجة إنه هم بلعبوا على وطر حساس عند المطلقي بدهم يتسلوا بدهم يرؤسوا بدهم يغنوا أوكي بنشهروا فترة ولكن بعدين إذا ما كان فيه محتوى بيروح وبتذهب شهرتهم أدراج الرياح مهم كتير إذا كان الإعلامي اللي بيقدم شي على التلفزيونات أو الصحف الورقية أو المطبوعات حابب إنه يكون قوي على السوشال ميديا إنه يشوف السوشال ميديا كيف تتأوى أو كيف أنا شهرتي عليها بتتأوى أول إشي الموهبة هي من عند رب العالمين والقبول هو هبة من رب العالمين إحنا ما بنقدر نعمل في شي ولكن ممكن نطور في الحضور وفي الكاريزمة لأنه ما في معد على السوشال ميديا أنت المعدة أنت اللي بتتحدثي مع الناس بشكل مباشر مهم كتير السرعة والمستقية وألقوا للناس من أجواء الإعلام التقليدي إذا أنا قلته كما هو وين الجديد؟ ما هم أصلاً زهأنين من الإعلام التقليدي لازم أخدهم شوية لحياتي ليومياتي ولكن دون إفراط ودون أيضاً أن أكون قليلة الظهور بحيث ينساني الناس لأنه المعلومة متجددة والخبر دائماً لازم يكون جديد حتى يواكب اللي عم بيصير بالمجتمع وأيضاً الإعلامي لازم يواكب اللي بيصير بالمجتمع ويعلق عليه ويكون إليه دور فيه وينتبه من المحاذير اللي بتبعد الناس عنه نشكر المستشارة الإعلامية سالي الأسعد شكراً جزيلاً بدرية شكراً عبير لاستضافتكم عن جد كتير استمتعت بالبرنامج بفكرته المتطورة وإن شاء الله رح أكون من أكتر متابعيكم شكراً لكم